كارثة جديدة تضاف إلى سلسلة طويلة من الكوارث التي يعيشها العراقيون في ظل نظام سياسي بصم على نفسه بالفشل والفساد وما زال يضيف كل يوم شاهدا على ذلك ضحايا بينهم أطفال ذهبوا جراء الانهيار الذي تعرض له مزار القطار في محافظة كربلاء ما دفع المحافظ صيف الخطاب إلى إعلان إغلاق المزار لكونه لم يعد آمنا صار قرار غلق الموقع بالكامل سوف لن يكون السماح لأي مواطن بالوصول أو الدخول إلى هذه المنطقة تشوفون تلال الآن من ناحية جيولوجية وبسبب انهياء الوضع المائي للحسار وضع المائي في بحيرة الرزازة وغيرها قد يكون هناك آليات تعرية أو غيرها للصير وبذلك راح نمنع منعبات وصول أي مواطن لهذه المنطقة إعلان جاء متأخرا بعدما ساهم الإهمال بسقوط ضحايا علقوا تحت سبعين طن من الحجارة المنهارة فيما أكد ناشطون أن محافظة كربلاء الحالي صيف الخطاب ساهم بنفسه في افتتاح المزار عندما كان يشغل منصب رئيس مجلس المحافظة إلى جانب المحافظ عقيل الطريح الذي يتولى حاليا منصب وكيل وزارة الداخلية ما يعني أن اللجنة التي شكلها الخطاب للتحقيق بحادثة القطارة يجب أن تبدأ بالتحقيق معه الوقف الشيعي من جهته تنصل من مسؤولية ما حدث حيث أكد أن مزار القطارة لا يعود إليه وإنما لجهات أهلية لأنه لم يثبت تاريخيا حتى الآن محمل الشخص الذي قام بتشهيده مسؤولية الكارثة ويعزم متخصصون سبب الانهيار إلى قيام صاحب المشروع بمد أنبيب ماء أسفل التلال المحيطة بالمزار بهدف ضمان ديممة خروج المياه داخل القطارة واستمرار إقبال الناس على زيارته وهو ما تسبب بتفتت التربة في المنطقة خاصة وأنه أقام عليها منشأة خرسانية لم تتحملها الطبقات الرملية الهشة ما أدى إلى انهيارها وتعد المزارات الوهمية من الظواهر التي انتشرت في العراق بعد عام 2003 حيث تعمد بعض الجهات إلى اختلاق هذه المزارات لاستغلال البسطاء لأغراض تجارية أو سياسية لا سيما مع وجود أكثر من 300 مزار وهمي وفقا لمسؤول سابق في الوقف الشيعي ترجمة نانسي قنقر